بدأت ربما الروح الياضية من اللقطة اللي هي كانت في الممر وكان أدي مسماني وهو بيهزر مع شيكبالا وشيكبالا بيدحك مع مسماني ودي لقطة في منتهى الجمال بدأت بها الحكاية مسماني بقوله النهاردة لا يا شيكبالا فأكيد شيكبالا بقوله لا النهاردة كمان وكمان كده يعني دي من اللقطات الجميلة اللي تحلت بيها هذه المباراة حتى أثناء المباراة وأثناء سير المباراة بشكل عام كان الأمر أكثر من رائع في تعاملات اللعيبة مع بعضيه حتى إذا لعبة خشنة هنا بيقومي اعتذر إذا تاكلنج زيادة شوية هنا بيقومي طيب القاطر ودي أمور إحنا بنهتم بيها جدا إلى جانب الجوانب الفنية وقوة المباراة شيكبالا النهاردة أو مباراة كان أكثر من رائع لكن ربما هو خارج بعض الجماهير ودي لا تمثل يا شيكبالا إطلاقا إطلاقا الرؤية من الجماهير العريضة ليك كنجم كبير دايما الجماهير بتحب اللاعب اللي عنده مهارة وعنده إمكانية وعنده قدرة وممتع في أداءه على أرضية الملعب وشيكبالا من هذه النوعية أنا يعني لا أتجاوز إن أنا أقول هذا الكلام ولا أبالغ شيكبالا من أهم اللاعبين الموجودين في مصر على مدار سنوات طوال مش النهاردة ولا مبارح ولا أول مبارح فربما وإحنا بنستعرض لقطات من هذه المباراة الجميلة واللي انتهت بالأمس واحد وهو خارج أثناء استبداله شيكبالا بعض من الجماهير في المدرجات ربما قالت كذا أو كذا أو كذا هو شاور على حزاؤه مش عارف إيه أنا وجهة نظر الشيكبالا ممكن أنا قلتلك ده في تعليقه أنت نجم كبير ولا تستمع إطلاقا للمدرجات ودايما خلي تركيزك في الملعب لأنه كل تصرف أنت بتؤتيه بيبقى محسوب عليك المدرجات وبعض الجماهير اللي ما عندهاش وعي في النهاية لا تحسب حتى على جماهير الأهل أنا شخصيا لا أعتبرها إطلاقا لأنه جماهير الأهلي وجماهير الزمالك ذواقين بطبعهم وإنت عندك خبرات كبيرة وإنت تعرضت لهذه المواقف كتير ومجرد ما أنت بترد بيزيدوا فيها فأنا في رأيي أنت لا تستمع ولا تنظر إطلاقا إلى المدرجات يعني ربما توقفت قبل كده لبعض المواقف مع الجماهير والكلام ده كله خسارة أن أنت تتوقف ونحرم من تمريراتك الحلوة وتزديداتك الجميلة اللي كان ممكن دي تبقى هدف جدا ولو حتى أحسن بين شرقي المتابعة فيها فخلينا نقول أنه يعني دي كلمة في ودنك كده ترجمة نانسي قنقر